أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن بدء فتح باب التسجيل لحجز أجنحة المعارض والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء للراغبين من الشباب والمجتمع المدني والشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي المقرر عقده بمدينة شارم الشيخ في نوفمبر القادم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزيرة البيئة للمنطقة الخضراء بمدينة شارم الشيخ وذلك لمتابعة وصول وتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات بالدول المشاركة خلال هذا المؤتمر وكذلك متابعة إنشاءات البنية الأساسية لتلك المنطقة وفي إطار جولتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر كاب 27 للمناخ